مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع تعرفوا شو هذا هذا كرتونة بيض شو بدي احكي لكم عن كرتونة البيض هاي كرتونة البيض هاي مش كرتونة عادية هاي اشي يفتخر في الكنديين مع انه كتير كنديين للأسف ما بعرفوا شو هاي كرتونة البيض هليني احكي لكم شوي عن كرتونة البيض طبعا يمكن كنا بنشتري بيض وبنعرف قديش البيض مهم وقديش فيه بروتينات وقديش فيه كالسيوم وشغلات مهمة جدا للجسم في قصة ورا هذا خليكم معي بعد الفاصل وححكي لكم اياها طيب يا جماعة كرتونة البيض هاي اختراع كندي ما بمزح ما بضحك اختراع كندي والاختراعها واحد اسمه جوزيف كويل هذا كان ساكم في منطقة بريتش كولومبيا سنة 1911 كان فيه مشاكل كتير اختراع هذا البيض هو كان ادتر لجريدة وقدر يستخدم الجرائد اللي غير مستخدمة ويدغطها بطريقة انه يعمل فيها كرتونة البيض هاي اللي تحمي البيض صراحة المشكلة بدأت واللي شافها كانت لما كان الفارمر عندهم مشاكل كتير مع تبعون الهوتيل لما ينقلوا البيض للفنادق والمطاعم بتكسر كتير بيض المطاعم بتقول احنا استلمنا ألف بيضة برسلنا 1500 وين راحوا وتكسروا وما تكسروا فكانت المشكلة كبيرة فاذا يجى هذا جوزيف وقال طب ليش ما نستخدم اشي واقي طبعا قبل ما يستخدموا هذا كان الناس تستخدم سلة سلة البيض ولحد هلا يمكن في احد الاعياد الاعياد او عيد الاستر لحد الهلا الولاد يستخدموا الباسكت لانه تعتبر يعني هي الاشي التقليدي لكن لما ايجا جوزيف كويلوس وعمل البروتو تايب هذا كيفوا عليه كتير المزارعين ونقل البزنس تبعه من الناس لانتاج هذه الشغلة طبعا هاي كان ثورة في علم المزارع لانه فعلا فاد ناس كتير الان تهيين بهذه الشغلة لكنها فعلا قبل 1911 كانت مشكلة كبيرة جدا وتسبب خسائر مادية وخسائر ومشاكل بزنس مع ناس كتير طبعا الكنديين دائما بفتخروا فيها في انواع كتير طبعا هلا صارت تطلع منها بلاستيك منها كرتون لكن الكرتون لسه هو المستخدم منذ ذلك الوقت طبعا في بعض العلماء او المنتجين الان في واحدة هنجارية انا قرأت عنها قبل فترة وهذا اللي خلاني اعمل على الموضوع عملت اختراع جديد مش هحكي لكو عنه لانه هو لسه بروتوتيب تحكي عنه حتى مش في الديتيلز لكن بتقول يعني هاي الشغلة لم تطور من 1911 112 سنة 111 سنة او 109 سنوات بالضبط لم تطور علبة الكرتون هاي فايش هاد السبب اللي هي بتحكي عشان هاي لازم احنا نطور العلبة بحيث انها تصير مور افكتف عدد او حجم البيض او حجم المساحة اللي هون لانه هون مثلا او حطيت بيضة صغيرة لسه بتتحرك حطيت بيضة كبيرة كتير مش هتدخل فهاي المشكلة اللي عم بتواجئها بعض الصناعات لكن اجان الموضوع يعني بسيط جدا الان معظم هذي الكاراتين تستخدم الريسايكل ماتيريال زي ما انتو شايفين 100% من ريسايكل ماتيريال يعني هي مش واس لانه هي بدها كارتون عادي ويضغطوه زي ما انتو شايفين اه حبيت اشارككو هاي المعلومة يمكن فيه كتير ناس ما بتعرف هاي المعلومة فبتستفيدوا من المعلومات اللي عم بنحطها عن كندا شكرا لكم واذا اعجبكو هذا الفيديو اعجبتكو الفيديات السابقة انا عندي قناة موم فيها شغلات كتير شاركوها مع اصدقائكو اعملوا سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات ونراكم في فيديو قادم سلام للجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة